تعالوا نحكي حدوثة الأول أهلا بحضراتكم حدوثة في البسيط وفي السريع أي دولة عاوزة تتقدم بشكل عام بتعمل إيه؟ بتعمل مجموعة أو يعني بتدفع بمجموعة من الحزم على أصعيدة مختلفة الصعيد الاقتصادي للحزم بتاعته إصلاحات هيكلية إلخ 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 طيب صعيد الصحة برضو تبدأ الدولة تشتغل على مجموعة من الحزم علشان خاطر تستثمر فيه القطاع الصحي تستثمر هنا مش بالمنطق المالي ولكن أنها بتوسع قعدة الرعاية الصحية بتاعتها بترفع من الكفاءة بتاعة القعدة أو قعدة الرعاية الصحية بتاعتها إلى آخره كذلك بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعي أو ما قبل الأكاديمي ثم يأتي حاجة كده اسمها التعليم الجامعي والبحث العلمي الدول علشان تقدر تتقدم لقدام فبتشجع التعليم الجامعي جدا تشجع البحث العلمي جدا ومن ثم يبقى في عندك أجيال جديدة قعدة عمالة بتطلع متعلمين كويس متعلمين مظبوط بتطور الجامعات بتاعتك بتطور المنظومة بشكل عام جزء من ده بالفعل بيحصل في مصر وبالفعل بدأت مصر أنها تشتغل على مسألة الجامعات الأهلية وبالمنسبة الجامعات الأهلية ما هيش اخترانة الجامعات الأهلية دي موجودة في كل حتة في العالم حضرتك تقدر تقول بمنتهى البساطة أنه أبرز جامعات العالم كلها أهلية الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الجامعات اللي فيها أهلية الإنجلترا أبرز الجامعات اللي فيها أهلية بلجيكا أبرز الجامعات اللي فيها أهلية إلخ 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 طيب علشان أشجع هذه الجامعات الأهلية فأنا أقول والله أنا عايز أشوف الأول التخصصات بتاعتها تبع عامل إزاي هل هقدم التخصصات التقليدية ولا التخصصات جديدة وأشتغل بالنظم الجديدة في العالم في التعليم الجامعي والأكاديمي والبحثي النظم الجديدة اسمها برامج تعليمية مش البرامج التعليمية بتاعت التلفزيون بتاعتنا بتاعت زمان الشغل جوة الدراسة بيتم على الأساس البرنامج مش أنا داخل كلية الهداثة أنهي برنامج يعني مش أنا داخل كلية الطب أنهي برنامج يعني مش أنا داخل علوم طبي أنهي برنامج يعني وهكذا طيب يجي الولاد عاوزين يخشوا الجامعة دي وعاوزين يخشوا البرنامج ده بالتحديد فيجي بالأول درجات وبكده يتقدم للجامعة ويخش الامتحانات بتاعت الجامعة اختبارات القبول إلي أخيره نيجي عند المصروفات فنجد إن رئيس الجمهورية يوجه بضرورة دعم مصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب اللي بيتقدموا للالتحاق بالجامعة الأهلية بيشجع الولاد أكتر على الدخول وبالتالي الدولة هتتحمل جزء من المصاريف الدولة هتتحمل جزء من المصاريف ويصبح ولي الأمر بتاع الطلب يتحمل الجزء الآخر بالمناسبة ده جزء من الحاجات اللي كان أو يوصي بيها أو يشتغل عليها الحوار الوطني وكذلك القوة السياسية وبالتالي هذه الإجراءات تبدأ تدخل إلى حيز التنفيذ بدءا من بكرة كل سنة ومتطيبين الخميس ده يعني فضلنا تقريبا حوالي ساعة 25 دقيقة بدءا من بكرة تبدأ العملية في مسألة دعم الدولة لمصروفات الجامعات الأهلية تبدأ تبقى جوة نطاق التنفيذ وحيز التنفيذ بدءا من غدا 1 سبتمبر بإذن الله 20-22